السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يارب اكونوا بخير في الفيديو بتاع نهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم ازاي نعمل امر برمجي لتنظيف الويندوز من الملفات المؤقتة هذا الامر يعمل بصورة تلقائية ومن الممكن ان انت تخليه يبدأ مع بداية تشغيل الويندوز عشان يقوم بتنظيف الويندوز قبل ما تشتغل عليه وبالتالي ده هيأثر على سرعة وكفاءة الجهاز الخاص بك لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية الخطوة الاولى اللي هنعملها بازن الله ان احنا نفتح المتصفح الخاص بنا ونيجي في خانة البحث اللي فوق ديت نعمل لصق للرابط الخاص بالامر البرمجي المستخدم في الفيديو وهو رابط تحميل بوماشر ومجرد ما تضعه في خانة المتصفح تمام كده هوت هتلاقي اللي تم تحميل الملف هنقف المتصفح بقى مش محتاجينه نبدأ نروح على المكان اللي تم تحميل فيه الامر البرمجي تمام طبعا اللي هي التنزيلات الخاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك هنروح على التنزيلات نفتحها هنلاقي طبعا اللي هو امر برمجي لتنظيف الويندوز هناخده القص حطه على سطح المكتب الخاص بنا نبدأ نعمله عملية في استبدال لانا طبعا كنت محمله قبل كده هنبدأ نفتح الملف تمام دي طبعا الامر البرمجي اللي انا هستخدمه بإذن الله كل اللي انت هتعمله عشان تحوله لملف تنفيذي يشتغل بصورة بصورة تلقائية ان انت هتضغط على كلمة ملف تضغط على حفظ باسم تمام كده هوت هيظهر معي بالصورة دي هتمسح كل اللي مكتوب باللغة العربية طبعا لازم تحول اللغة بتاعت الكتابة عندك لللغة الانجليزية تبدأ تكتب كلا بعد ما كتبت كلمة تضغط على نقطة من لوحة المفاتيح وتكتب بات بي تي تي تمام وتبدأ تضغط على حفظ على سطح المكتب الخاص بك تقفل بقى ملف التكت مش محتاجه هتلاحظ بصورة مباشرة على طول تم عمل ملف تنفيذي مكتوب عليه كيلين تمام طيب لو انا حابب بقى ان انا عمل عملية تنظيف للويندوز الخاص بيا من الملفات المؤقتة الموجودة عليها كل اللي انت هتعمله هتقف على هذا الملف وتضغط كليك يمين تبدأ تعمل تشغيل كمسؤول ومجرد ما تضغط حضرتك على تشغيل كمسؤول هيبدأ الملف في مسح كل الملفات المؤقتة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك هنضغط على تشغيل كمسؤول ونشوف هيحصل ايه مع بعض زي ما حضرتك شايف كده هيفتح الامر البرمجي تمام كل اللي مطلوب منك ان انت تنتظر لحد ديتما الامر ده يقوم بعملية التنظيف زي ما حضرتك شايف عملية التنظيف شغالة هتفضل سايبه حسب الملفات المؤقتة اللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لحد ديت ما يقفل هو بنفسه بصورة تلقائية هننتظر طبعا مع بعض لحد ديتما الامر يقوم بمسح كل الملفات المؤقتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا طبعا من الافضل ان انت ساعت ما تعمل هذا الامر ان انت تكون مش مشغل اي برامج موجودة في الخلفية طبعا في نهاية الفيديو بازن الله اعلمك ازاي تخلي هذا الموضوع يتم بصورة تلقائية مع بداية تشغيل الويندوز لو حضرتك حابب تعرف طبعا تابع معنا الفيديو للنهاية لحظات بسيطة هنتابعها مع بعض طبعا ما نستعجلش على الامر التنفيذي هنسيبه شغال لما يمسح كل الملفات المؤقتة اللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا تابع معايا الفيديو زي ما حدرك شفت كده بعد الانتهاء الامر من تنظيف الملفات الموقطة اثل بنفسه بصورة تلقائية الخطوة الجميلة والمهمة في الفيديو الخاص بنا النهاردة هو ان انا هخلي الامر التنفيذي اللي انا عملته ده كلين لتنظيف الملفات المؤقتة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي يشتغل مع بدء تشغيل الويندوز بدون اي تدخل مني فطبعا ده هيؤثر على سرعة وكفاءة جهاز الكمبيوتر هيمسح لكل الملفات المؤقتة فطبعا الجهاز هيبقى اسرع في تنفيذ الاوامر طيب هنعمل ده مع بعض ازاي بمنطقة البساطة كل اللي انت هتعمله هتضغط على من لوحة المفاتيح على زرار الويندوز مع حرف الار عشان نفتح امر الرن زي ما حضرك شايف كده فتحنا امر الرن هنبدأ نكتب الكلمة دي اول حاجة هنضغط على شفت مع حرف الخمسة عشان نكتب علامة اللي هي في المية وبعد كده نضغط على اي بي بي باتا وبعد كده شفت ورقم خمسة عشان نكتب علامة خمسة في المية نضغط على موافق تمام وننتظر هيفتح معايا اللي هو الفولدر ده هبدأ ادور على كلمة ميكروسوفت تمام هفتح وبعد كده ادور على كلمة ويندوز اضغط عليها وبعد كده اضغط على كلمة قائمة ابدأ وبعد كده كلمة البرامج تمام وبعد كده اضغط على اللي هو بدء التشغيل تمام كده هنزل الفولدر ده اللي تحت وبعد كده اعمل كليك يمين على الامر ده واخده نسخ تمام وبعد كده اروح رايح على اللي هي بدء التشغيل اللي انا فتحت الفولدر عليه وابدأ اعمله عملية لصق تمام هنتظر لحديث ما يتم لصق هذا الامر التنفيذي تمام كده هوت هقفل الفولدر انا مش محتاجه تمام وبعد كده حضرك هتبدأ تعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر الخاص بك عشان الامر ده يصبح من ضمن البرامج اللي هتبدأ مع تشغيل نسخة الويندوز فيبدأ يعمل عملية تنظيف بصورة اوتوماتيك بدون اي تدخل منك طبعا هنبدأ نعمل عملية اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعنا وبالكده هوري لحضرتك ازاي الامر بقى موجود في قيمة اه استارت من ضمن البرامج اللي هتبدأ مع بداية تشغيل الويندوز تابع معايا الفيديو لنهاية بعد ما قمنا باعادة تشغيل الجهاز الخاص بنا هنبدأ نتأكد ان الامر هيبدأ يشتغل مع اه برامج بداية تشغيل الخاصة بالويندوز كليك يمين وبهكررح رايحين على مدير المهام نفتح مدير المهام مع بعض وبهكررح رايحين على برامج بدء التشغيل هتلاقي يا حضرتك المامر كلين هيبقى من ضمن البرامج اللي بتشتغل مع بدء تشغيل الويندوز الخاص بك تمام يعني معنى كده ان هو هيقوم بعملية التنظيف بصورة اوتوماتيكية بدون تدخل منك لو حضرتك عايز تعطل ان هو يبدأ مع بدء تشغيل الويندوز هتضغط على تعطيل تمام لو حضرتك عايز ترجع ويشتغل تاني تضغط على تمكين تمام لو حضرتك عايز تشغله بصورة يدوية كل اللي انت هتعمله تقف عليه وتعمل كليك يمين وتبدأ تعمله تشغيل كمسؤول هيبدأ يعمل عملية التنظيف بصورة يدوية طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يصلك منا كل جديد واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته